عدن عاجل الزبيدي يوافق على وساطة الصبيح مع الحطيين في صنعاء وهذا ما حدث اليوم تفاصيل عاجلة إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة فقى المجلس الانتقالي سلطة الأمر الواقع جنوبية اليمن اليوم على مبادرة لوزير الدفاع الأسبق في حكومة هادي محمود الصبيحي بشأن التقريب بين الشمال والجنوب وإكشفت مصادر مقربة من الصبيحي بأن زيارة الأخيرة لعدن ولقائه برئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي كان بناء على تلقيه إشارة إيجابية بشأن مقترح بخصوص اتفاق جديد مع من وصفتهم بالحطيين وكان الصبيحي التقى في وقت سابقا اليوم بالزبيدي في مقر إقامته بعدن ولقاء الذي يعد الأول منذ إطلاق صراح الصبيحي قبل عيد الفطر المبارك جاء في أعقاب كشف صبيحي عمبادرة للحل السياسي بين شمال اليمن وجنوبه يتضمن يمن اتحادي وقال الصبيحي الذي التزم منذ إطلاق صراحه منزله الرفي في ضواحي لحج على حدود تعز وتجاهل محاولات الانتقالي استقطابه إنه ناقش المبادرة خلال اللقاء جماعه بوفد الحوار الخارجي للمجلس الانتقالي خلال زيارة الأخير له في منزله قبل أيام والصبيحي يعد من الشخصيات الجنوبية المتوازنة ويحظى باحترام شمالا وجنوب وقد تجد دعوته لتقريب بين الشمال والجنوب قبولا لدى سلطة الأمر الواقع شمالا وجنوبا وقرار الزبيدي الموافقة على مبادرة صبيحي خارج إطار المجلس الرئاسي مؤشر على قرار الانتقالي إجراء مفاوضات مباشرة مع صنعاء خارج الصيغة التي تحاول السعودية تمريرها في مفاوضاتها الحالية وتتضمن توزيع الجنوب بين القوى اليمنية الموالية لها بما فيها تلك التي تكن العداء للانتقالي ويعد الزبيدي ثاني قيادي جنوب بعد علي ناصر محمد يوافق على مقترح الزبيدي الذي يمثل مركز ثقل عند البوابة الغربية لعدنة